انت بتقولي القصة دي ليه؟ علشان تعرفي انه الغلط عمره ما يتصلح بغلط فهمتي؟ موباني يا حديد ليه؟ اهد هي الساكة؟ ستة لخمسة لا، طب ما تيجي انولع التلفزيون ونروح نشوف البنامجة حمزة اه، وايه كمان، يلا بينا، انا جوة تنسيت دي بس يزبطي كامرة اثنين قبل ما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا جماعة بالتوفيق ان شاء الله مساء الخير أعزائيك مشهدين برحب بزميلين الدكتورة فوزية هو الأستاذ حمزة البسيوني قوليلي حمزة على طول يا جا... هذا Excellent ألف سلام عليك يماهي يرفعي التكليف و ليه يا دكتورة فوزية اه عزيزاتي المشاهدات، فلواقع احنا ببرنامجنا هنا قاعدة أستيت هتلاقوا مواضيع كتير جدا تهموكم كل حاجة كل استفساراتكم كل اي موضوع انتو عايزينو بتكلمونا بتقترحوا علينا هنقدمه لكم هنناقشكم ايه وكله هيكون تحت امرهم ولا ايه دكتور وده هدف برنامجنا هنناقش كل مشاكلنا واسرارنا النفسية بمنتهى المزاقية ومنتهى الشفافية وكمان هيكون ضيفنا راجل علشان يقول لنا رأي الرجالة ايه باللي احنا بنناقشه اوقات كتير هيكون رأيه صح واوقات كتير هيكون رأيه غلط لان اللي بيجي على الستات مبيكسolon يعني بزمتكم يعني ايه اللي بيجي على الستات ما بيكسبش ايه الكلام الفريق هذا لا بيكسب اه عشان كده في برنامج حمزة في قعدة الستات أنا مش افوت حاجة ليكم في ناس مستغربة كتير قوي انا ليه بطلعش في برنامج سياسي وبطلع في برنامج انتماعي بشكل ده احب بيقول لكم إن لو اتعاملنا مظبوط في حياتنا وفي بيوتنا أكيد أخلاقنا هتتغير طبعاً كمان في الآخر السياسة هتكون أوضح علشان كده أنا قررت إن أبتدي من البيت المصري وده بعد إذن شعب مصر العظيم مساء الخيرات معكم حمزة البسيوني في قاعدة ستات فاصل إحنا إسه ابتدينا ماشي فاصل إنت أصلاً ما ينفعش تقول لي مهي كده حاف أما لأقول لك مهي إيه بالجبنة ولا بكانشب أما أنا قلت لك قولي لحمزة عادي وأنا قولي عايزة حمزة بجبنة ولا حمزة بكاتشب أنا اسمي الأستاذة مهي الأستاذة مهي يا جماعة إحنا فضلنا دقيقة ونرجع هوا تاني نهدى شوية من فضلكم أستاذ حمزة ما فيش حد هتقول له يا أستاذة ولا يا دكتورة بعدين فيه إيه المشكلة عندك يا أستاذة مهي لما تقولي له يا حمزة زي ما سمير قال ما أظنش فيه مشكلة يعني بعد إذنكم فاضل لنا تلاتين ثانية ونرجع هوا تاني هيتطلعوا عينه هيتطلع عينيه جمال 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 أنا مواخر أقلي وخص الجمال أنت آف يفتحك conflicts آلف الشلام أج Guide cacao هيا ريتسو جديد يا ريتسو جديد يلا 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 يا سامر يلا يلا 5-4-3-2-1 مفقولة حلقات بردمجنا هنتكلم علي بعض العداد بس مش اي عداد هنتكلم علي العدادة السلبية الي بتخالي الحياة الزوجية لا تطاق تعالوا بينا نبتجي من اول اليوم ايوه! من اول ما يسحى ووشه مقلوب الابتسمة دي ما بتعرفش طريق لوشه خالص واول حاجة يقولها فين الفطار طبعاً تقوم الثد تحضر الفطار وتلبس الولاد عشان يروحوا المدرسة وسيادته لسه قاعد بيفطر ثاني كلمة حضري لغيار يخش ياخد شوار وينزل على طول وهي طبعاً طول اليوم في شغل البيت محدودة والبي يرجع بالليل طبعاً اللي عنده استعداد يتكلم مع حده ولا يسمع حده ولا حتى يشاركها في أي هام واللي بيعمله إنه هو بيؤمر ويتكلم أكتر ما بيسمع ولا إيه رأيك يا حمزة حمزة يا بنت اشرب حاجة دكتور يا الله يعني بذمتكم دي سحن الواحد ممكن ينبسط لما يشوفها هو قايم صف شوف مين بيتكلم برد بيت يا بيت يا شيخة حراب عليكم شوفوا مناظركم تبع عاملة إزاي وانتوا جايين تناموا مغراجل لما يشوف حاجة حلوة هينبسط ويقوم وهو مبتسم ومبسوط إنما لما يشوف وحش كاسر ما يقوم متنكد بلو قام أساساً وهي الستة تبقى شكلها عامل كده إزاي ما هم القرف اللي بتشوفوا طول اليوم من طلباته لطلباته هتعمل إيه يعني؟ مش مشكلتي يا فندي مش مشكلتي ده دورها 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 إنها أم ربنا زرع حاجة فيها اسمها أمومة أمركم اسمها قبل كده عن حاجة اسمها أبوبة أبوبة؟ لا طبعاً في حاجات مهمة جداً لدليل إن الأولاد بيكونوا مرتبطين بأمهاتهم أكتر من أباهم وعلى فكرة دي حاجات بتدايع الرجالة لكن خلينا نرجع لموضوعنا أنت لكم دور والراجل له دور للأسف الراجل بيلعب دوره أحسن من الستة في الحياة لأنه مطحوم في الدنيا اللي بينزل فيها من الصبح علشان أكل العيش اللي أنت لو بتشتغلي برضو مسنودة عليه حاولوا تفهموا الرجالة أكتر من كده الرجالة محتاجة إيه محتاجة كلام لطيف قبل ما تنام علشان يقوموا هم مبسوطين دي أعلّ حاجة لكن مش العيال عملوا إيه سووا إيه في مشاكل قررت خاني ايطباع جارتي عايزين فلوس فلوس هاد فلوس تنقل شوية شوية تقولي تقوم ترقص له وماله مش رجلها ما ترقص له هو جديد عليه كجمل هالي الرجل ينبسط هههه بتعرفي تروسي? نعم بتعرفي تروسي بقى باتخافيش لأ بعمل ايدي كده بس بشها بتعرفي تروسي ها ليهن الحياه مس سهلتي و لو مهناش علي بعض الى aunque مش هيعدي طب بالأمانة أنا أسألكم سؤال يا ستات مصر تلت اربعكم ما بتهتموش بنفسكم إلا في المناسبات بس صح خلاص اتبخ يا جريا كلف ياسيدي ماهدي مصاريف عميل شعر ومكياج ولبس ادفع وقل حموم بعد الطبيخ بفلوس شوية الصابون والشامبوغة ليين قوي كام راجل في مصر بيرجع بيته ويشم ريحة الأكل اللي الطبخ طول اليوم في لبسه وشعر امراته في حاجات مش محتاجة فلوس يا جماعة خليكي أمورة منها انك ما تحطيش مكياج هم؟ برضو تلت اربع ستات مصر تاهمين الميكاب غلط ودي ثقافة بدل ما تعودوا على المسلسلات التركية عودوا تعلموا بعرفوا الستات عموما بتعمل ايه احنا فتحنا موضوع مهم موضوع جدير بالنقاش هنستنى تليفوناتكو بس بعد الفاصل سمع سمع الراجل بيقول ايه؟ نفهم بقى ونتعلم انا؟ يا انت راضي انت عينك زيغر بنبلع عمالك ايه ولا حينفع مش ملاحظة ان احنا كل منتناقش في اي حاجة لازم نتخنق ملاحظة بس مهمين السببت ماشي سبت انا السببت ده بس عشان منتخنقش انت وراكي حاجة النهاردة؟ قاعدة ولا نازلة ولا؟ قاعدة قاعدة عندك مشكلة؟ طب حلو قاود ده كده جميل جدا انا كمان قاعدة ايه رأيك بقى؟ خلينا نشوفك يعني ايه؟ يعني ايه؟ 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 سريرك العريض؟ لاش بقى كنبة وقتعة؟ سريرك؟ دولابك؟ لابطبك؟ افلامك؟ دنيتك؟ عيش؟ حرامتك من حاجة؟ يا شيخة حرام عليك يا مفترية؟ ايه؟ بس عشان الدنيا مفتر اتعلم ايه؟ ايه؟ قولي الفمير يشير رقع من الاسم اسم عشر ليه؟ سيربر مهند هو مفيش رسال خالص؟ اكمل غير عادي محضرش في المحضر ماشي اوكا مرسيه ايه؟ باي مبروك بالتوفيق الله يبارك فيك يا شام سامير معلش بعد اذنك شلي بس رقم الاسم اسم من على الشاشة ليه كده؟ ومفيش رسائل جات ولا ايه؟ معلش معلش هتليها بس عشان اول حلقة معدين ده طبيعي ايه انه يحصل مفيش برنابك بتجيله رسائل من اول حلقة كده بالعكس يا شام احنا عندنا رسائل كتير جدا بس للأسف السيربر هانك ماشاء الله تمام يا بنت البلد البرنامج ده هينجح بشكل غير عادي هم عشان مختلف لان حمزة متميز جدا اه خليط كده من كل حاجة ابن بلد صايع ديبلماسي مجنون عائل اه يدحكك ويبكيك على نفسك وحرامي في الطاولة هم وايه كمان ش autor هه احنا دلوقتي فاكرا ح presets أنا سميتها كده لأن في كل مرة هنقش معاكم موضوع مختلف نبدأ المهاردة تحديدا هنقش معاكم موضوعين قريبين لبعض جدا وكمان ممكن تبعتولي على إيميل البرنامج المواضيع اللي أنتوا عايزيني أتكلم فيها طيب في ناس كتير فاهمة أن الخيانة هي خيانة الراجل لمرضه والعكس ده ما فهم الخيانة بالنسبة للناس سيحاولة في أنواع كتيرة من الخيانة خيانة الراجل لصحبه السد اللي صاحبتها خيانة الوطن في خيانة الأولاد لأهليهم لما بيتصرفوا غلط عكس ما أهليهم ربهم وفي خيانة الفكر من غير محد يعرف وده أصحبهم في خيانة حصريتلي النهاردة أنا النهاردة كنت جاي مجهز أن أتكلم معاكم في علاقة الحيوانات ببعض الغابة والتشابه ما بينها وبين أي اتنين متجوزين بس فوجيت أن الفقرة دي اتعملت في برنامج مبالح بالليل في المحطة عندنا هنا للمحطة ياله هاري سويد إيه اللي بيقوله ده؟ معلنا من نسبة كبيرة في حد فني وأخد الفكرة وعملها وده طبعا علشان إحنا شعب ما بيحترمش أفكار كل واحد فينا مش كده وبس وكمان بنخوم بعدنا ونسلم على بعض وندحك في وش بعض يعني زي المسأل ما بيقول نقتل القتيل ونمشي في جنستر ولا أغرب من كده اللي خانك ده ممكن تقابله في صلاة الجمعة مثلا ويقف معاك بعد الصلاة وكمان شوف يا أخي التباتة والنتانة في واحد جنبه تاني بلسه طالع من الصلاة ويقولك تقبل الله ويقولك شفت يقولك مثلا شفت عمر نمساوي مبارح في البرنامج السياسي الجامد اللي اسمه لازم نطاطي وتلاقي البرنامج كله تقنيب واللوم لبعض بالمناسبة دي انتو عارفين اننا اكتر شعب في الدنيا بيقنب وما بيصلحش وما بيصلحش بمعنى ان لو حد خلط ناقل كل الحوالي بيتبحه ومش حد بيحاول يصلح الخلط او حتى لو معرفش ممكن يستروا مثلا لكن ازاي احنا أساد ذا في اننا نطلع القطط المنصة والمفهومية كلها والفهلاوة واحدة تجوزت وجوزها طلع مش كويس صورها وهي نايمة معها واتطلبوا وراح مطلع الفيلم على انترنت مصر كلها شافت الفيلم هيا ليه نايمة معك ده الله يا جماعة ما كان جوزها على صلتنا ورسول الله طبع كله عارف ده يعني هي ما شافتش ان فيه كاميرا فان دي ما هو مش طبيعي ان الست تفدي شهدتها هي وجوزها على كاميرات قبل ما تكون يعني معجوزة يعني صب هي مش متجوزة في امن الدولة لا مواغزة ولا ايه طب وابنها ابنها زنبه هيلة وخلفت بعد كده ومصر كلها شافت امه وهي نايمة مع ابوه طب فيه حد فكر ما يتفرقش اصلا على الفيلم دربا للمفاسد او تحت مسمى السطرة او تحت مسمى اخر اتفرق ليه ولا كلكم بتجرحوا احنا تعلمنا نجرح في بعض اكتر ما تعلمنا نداوي جروح بعض واحدة ست غلطت في حاجة هتفكر ايه ليه غلطت اتكلم معها في حلول لا طبعا طب يا اخي ما تعودش تهاجم وتجرح لان ده ممكن يخليها تغلط اكتر اسمع الاول فكر بعد كده اتكلم تعلموا ما تهاجمش حد على غلطتهم فكروا ازاي تعالقوا تصلحوا كيف هنا تجريح احنا المصريين احسن حد في الدنيا نلوم بعض وانزم ببعض وده اوسخ ما فينا لازم نتعلم ازاي نعمل العكس لان هي ده الطريقة اللي هتنقلنا من عالم الحيوان لعالم الإنسان انا اتشرفت بكم المرض اسباح الخير نعم 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 اوه ايه ده وانت ماشي ولا ايه؟ لا راح اجيب حاجة من الحربية وضعي ايه اقول لي كيسة ايه ايه وشاي اعمل لك واحد؟ لا شكرا شك شك مش عايز منك حاجة خالبا يرويك في الحلقة بصراحة بصراحة حلقة حلقة قابل مبروك الله يبارك فيك طبعا شفت انا ملاحظ بلنبيل زي بس انا ما بتكلمش ازاي اي مصر يا ليه دي الخيبة وانت مش هتبطل كفاية بقى لا مرة 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 حقك النهاردة ماشي اسيبك تقول ان انت عايز عارف ليه؟ عشان فقرتك قلت كلام حلو قوي قدعت يا استيز طرح قبل اه بس انا كنت عايز اقولك على حاجة خدت باني منها كده ان كلامك حلو قوي بالنسبة للناس ولما تشوفو هتنبهر بيك وهتصدقك بس اللي خدت باني منه ان انت بتعملش ان انت بتقوله انت على طول بتجرح في الناس وبتقول كلام كده غريب والفاظ غريبة يعني انت طلع كدب مين قال لحضرتك ان انا بمعملش كده انت نفسك انا عملت معك كده انا؟ انت تفردي للملايا واللايا امتبع ان شاء الله؟ افكر حضرتك فاكرة ما جيت وعرفت ان البرنامج بكرة عملت ايه؟ جيت واشتللت ومجهست والنهاردة لما عرفت ان الفاكرة اتحرقت عملت ايه؟ طمنتك وصلحت ومعصالش حاجة مستاذة ايه انا ما بقولش حاجة ما بعملهاش افهمتك اه؟ بسرعة اه افهمتك طيب ايه بعتني مرة ما نقلش قدابنا على الناس اللي بتفهم اللي هم انا كلهم انت مفيش حد بيفهم غيرك خلاص يا عم اه 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 منا عارك نحنه خلاص يا عم خلاص نحنه حمزة الاسيونة ام وشوركاء ماش يا عم عم بتخيال ان انت عايزة تتربي وشكلي كده انا اللي هربيك لو عاربت ببعمله فاكر ارجعك لحبس تاني يا عم كان زمانك محبوسر وما كدش انا خرجتك ليه بقى السيرة اللي اتنكد ديت ليه؟ اه انا اصلا ما صدقت انسيت ليه؟ انا حبيبتي ما بنساش وافضل ازلك بيها طول الهام اهو افشتك اهو هزلك مع ان كنت عمان تقول في البرنامج نتا سيمح ومنزلش بعض ونحب بعض يا كداب بص يا روحي انا حاوسك اتخراجي نفسك دماما برا اي حاجة بقولها في البرنامج لان انا قررت بعملش معك انتي بالذات كده ماشي ماشي اللي قوليلي بقى انت عرفت الفكرة اللي اتعاملت دي من اينا من فتحي واكيد طبعا لعليت له صناعة الصبعة فهي ده انا سكت بقى انا مش عاسف تكر الموضوع ده لانه فعلا حارق دمي ده يلا غوري انا برضا لغوري ماشي انت اللي كنت ماشي يعني انا غوري حمارة سوري سوري مش بقولك عازل تربي ماشا ينفع يلا غور سوري ماشي تا 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 قلت اي احتفل معيك بعد اول يوم في البرنابي انت مش متخيلة لبرنابي بتاعك فرق معي قدية مبروك يا يويا انا متأكد كدا وهيكسر الدنيا ده بجد بقى ولا كلام مجامل بقى عشان احنا اصحابه كده موحي العزمة بجامل انا متأكد كده اوه هويت المفضلة العسفة على دي يعني اوه ايه ده انت بتعلم تعزيفي نا طبعا شوية حركات كده محفظة من الناس ده بقى يا عبيد اوعي خلتيني جام بتعلمت صدق جاهزة طبعا جاهزة طهلا قوي بس تقولي لي بقى ااذ لم خاني يموذك حالا؟ فتصدقيني لو قلت لك انه البرنامج بيتعنى اهاهاها ولا الله لا يمكن صراحة العيني وقع اذا ابوكي تلّع في البرنامج النهار ده معي؟ ايه الغلاثة دي ماذا؟ صارة؟ لو عدتكوين يقول لي باباكي حاجة؟ لا طبعاً بس اتكلم معي كأنه عارف بستبدر لدرجة ان انا خوفت ان يكون عارف بلد هو عارف من ايه؟ لا اهو مش عارف هو قاعد يتكلم معي عن نفسه مجمل كلامه يعني ان الوحلي بشرفه مسلح خلط خلط دي بعدها قد تتفرج على البنان الجديد وبالتحديد فقرة اوكل حامزة صارت في ايه؟ حسستني كده ان الواحد المفهودي يفكر بشكل احسن فكرت يا ثرة؟ مو قررت ان يرازل بيدي انا كنت متأكدة انك هفهمني فهمني كده وانا كنت متأكدة انك اكتر واحد فهمي ايه؟ بس بجهد دماء مالك فيه ايه؟ صارت مالك فيه ايه؟ انتي اين الواحدة فيه ايه؟ صارت ده دم؟ دم؟ فيه ايه؟ دميني ام بليدينج اه طب ايه طب اعمل ايه؟ طب حسنة في ايه وقت انا هكلم الدكتور طب اعمل ايه؟ لازم نورني الدكتور طب اكلمين؟ انا هكلم هديدة ايه القرف ده؟ فاكرين نفسكه في قهوة بلدي؟ احنا في عيادة على فكرة ايه؟ يعني انتي شايفانها عادين نشب سجاير في قط العمليات؟ ما احنا عاديين برا في استراحة العياد؟ شش، 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 شش ده يا ربي يا صارت قوي بالسلامة يا ربي والبيب اللي فمط من تحت يخور في ستين ده يعني لا يخرب بيتك يا ديلا في حال يدعي ربنا يقوللي يخور في ستين ده يعني انتي مالك انت ندعي ازاي؟ اعلى ما تكون انت رايحتي بس استرحتي هو انا اللي حامل ده هي اللي حالة وبعدين يعني هو انا الوحدي اللي كنت زعلتها ما كن لكو زعلتها معايا بس انت غضبت فيها قوي بصراحة احنا ممكن نكون نوبخ معها قرصنا عليها شوية في الكلام بس انت جرحتي جام مش هتامتيه لا يا شيخ اه مش هتامتيها وش هتامتيها وكلمتي كلام مش صح ان هو يتكلمي فيه في الدروف يعني الوقت المصح يعني ويعني هو الوقت المناسب ده انكو تقعدوا تتعاكموا معايا والتقسوني في المواطئ اللي جي قلتها ايه ايه غباء فيه تخلف هنا احنا في عياد احترموا نفسقه ما تقولين ما تقولين ما تقولين نفس جنتي ايه انت وهي يا جايين تخاني عاينا ما تقولين غريبة لا انت غريبة لا انت الغريبة هاتي بس بقى جانا اقوليني العمليات تاخد وقت قدي نعم شبتيني عملتها قبل كده يعني الله امو انت مش دكتورة انا مش عايزة غباء بقى انا صيدلانية اه صحيح ايه الغباوة دي؟ قولي لها بس انت موفوتي بدي عارفة انت غباية بيت انت انت غباية يا بنات عايبة احنا في عيادة ادعو لها بان صح يا محتاج انا ادعو لها بجد فعلا مش بيستجايد مش بيستجايد ربنا مش هيتقام تقليل صح صح يا رب انت بتعملي ايه انت كمان انت؟ يعني انا يا رب ادعي عليها ولا اعمل ايه بالطبع انت بتدعي بتقولي ايه انت؟ ادعي لها دلوقتي يعني هكون بعمل ايه يا هديلي يعني؟ بتقولي ايه؟ بقولي يا رب تبقى كويسة تكمل حياتها وبعدين ما تدخليش في وقلي بالشكل ده ابدا تانيت امعا؟ اه بحسب ايه اللي بتحسيبي دي؟ بحسب ايه؟ خلاص ده؟ حيب قولي لها كل مره متخاني كل مره متخاني؟ كل مره متخاني؟ هي بقيت كتا الجنينت خلاص علينا شكيفان؟ غريبة غريبة مش كفاية المكان الغريب اللي انت جابانا فيه؟ شبهتينا انا مال افكر في موضع؟ على فكرة انت منظرك وحش جدا زبالة قدوم الدكتور صيف؟ بالكام يوم جايبينه ابنت تامن عباية تجميل للعشرية ودلوقتي واحدة عندها اجهاض واللي عندها بليدنج وحامل من غير ما تتجود مش عارفة قولتك منظرك زيبت مجد والله ايو 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 زبالة قوي؟ مش قوي يعني؟ لا قوي هو وانا ريحاله اول مرة انا قلت كل اللي انتوا بتقولوا ده بس انا قلت ما ينحرق هو انا يعني هشوفه تاني ما يفهم اللي يفهمه طال ايو 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 الحمد لله طب هي بقت كويسة؟ حتى الممرزة مش عايزة تعبرك انا خيف البنت يكون جرالها حادة ايو دكتور دكتور لو صمحت فاقت الحمد لله هي كويسة دلوقتي طب ممكن يا دكتور بس نفهم يعني اللي حصل بالزبط؟ والله هو ما كانش لسه بيبي قوي وكان عبارة عن كيس دم طب يا دكتور ثانية واحدة بس هو ما بقاش في بيبي نزل يعني؟ نزل وطلع وعمل كل حاجة لا ثانية 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 يعني يا دكتور انا عايزة افهم ايه سبب النزول يعني سبب عضوي نفسي ايه اللي حصل؟ يا بيت الحمد لله انه هو نزل شش ده مش دكتور باين ولا يه هو على ما يبتو انها عملت شوية حركات لو لبية النهاردة فهذا اللي ادى الى نزول البيبي يالله بركة المهم هي بقت كويسها وفائد نصف ساعة وهتبقى فائدة طب يا دكتور احنا يعني احنا عايزين نعرف بس انا بس اعرف هو محليش ما دوني فرصة اسأل الدكتور خلصوا خلصوا استنى يا دكتور ثانية واحدة بدا افهم الكرام حدارك ان البيبي ما كانش ثابت يعني الحملة ما كانش ثابت اه يا يعني لو كانت شوية حفزت على حركتها كان ممكن يستنى يلا الحمد لله انها ما حفزتش الحمد لله يا دكتور ده انت كرمتنا اخر كرم متشكلين يا دكتور جدا والله انا تحت املك يا انيسها بيك لا انيسها ايه حضرتك انا متجاوزة بقى لي فترة والله من كتر بقى اللي بيخشوا العيادة كده ويخرجوا كده فالواحد ما بقاش فهم حاجة على رأيك امون احنا متشكرين يا دكتور اللي تعاملت معنا بجاح 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 تولي حاجة حضرتك؟ لا ابنا يا دكتور ده احنا بنشكر فيك دكتور عظيم حضرتك اه محسن انا منتظر حضرتك يا استاذة هديل تجي بنا بقى حالات واضح انه يعني اصحاب الكتير اه مرشي خالص يا دكتور احنا متشكرين جدا بس سؤال البسيط هيا تقدر تقوم النهاردة تمشي عادي او لا؟ اه والله يا تحتاج حد من حضراتكم يبقى معاها النهاردة بكرة ممكن تبقى كويزة تمام تمام متشكرين يا دكتور مرسي تؤمروني بحاجة؟ ربين لا خار مرسي يا دكتور باي باي يا دكتور مع السلامة واضح يا دكتور يا هرق اسود البنت جرالها ايه دا مش دكتور لا سامعك على فكرة واطي واطي وامين اللي سامعي باشكر فيك يا دكتور واطي لأ انا عايزة شوف سارة انا عايزة شوف سارة هو بيقفل مين يا جماعة بالزباين؟ اكيد احنا مش هم متبهدلنا عنا؟ ولا؟ انا مليش دعوة بالحاجات لك انت شبهتينا فضحتينا منك لله يا هادلع اللي بتعمليه فينا واللي عملتين بسارة ثانية واحدة انسة هذه كل دا وانسة شكلك وحش قوي يعني احنا المهدمات هااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق أجل RXL다� saying احنا احنا اللي هبل يا شيخ يا بالاش عرف بقا يعني انتي اللي مش عبروا وجبتونا مكان سي ه нашего يا شيخ سكوتي بقى امساكي محبت شير الكبايدة جمعة يلا ام اقعوض بقا وراكليسي كده على متفوق يا صارة فين اسكوتي بقى زحقتوني صرفين? جيب حاجة من السفر ماركت وجاء سكوتي والنبني. اه يا رب. يا رب. خوّطنا القلقانيليا مش كويسة. يا رب. تولى دكتور. اه. ما اظنش. فيمتني. فيمتك مع ليدك. مش مرضى بس. احسنت يا استاذ حمزة. احسنت يا استيزي. عجبتك يا توحة? طبعا يا رئيس. بزمتك? ايه يا يا استاذ والله. خوفي ايه. انهي زمة فيهم يا فتح. زمتك والتشغل مع ايا. ولا وانت مع شب عبد الحميد. يا ابن البلد. وحيدك ليه بتوم كده? ولد. ليه وقت ساع علي. شايف الشعر لا بياد ده? شايف رجز. كل شعرايا فيهم بموقف في حياة دي. خبرة السنين يا ابني. وعا تعمل معايا كده. بس حمزة انا ما اسمحش لحيدك تكلمني بالوسلوب ده وتشك فيها كده. صحيح. دين. او عمرك معليك. طيف اليابني بابل بلاتو عشان انا عاوزة اتلم مع صديقي. امورني. تلاقش من حاجة انا بس في ناس بتطفلها بتحكي تكوش وتطفل. انا عاوزة اتنربش معاك يا عزي. بص يا توحة. يا استاذ حمزة ايه يا استاذ حمزة هتبودني? يا استاذ حمزة ايه زين فيه ايه? استاذ حمزة فيه يا ريس. شعالة. ما ينفعش يا استاذي كده فيه ايه? ما ينفعش ما فيش حاجة. ده هو بس هيعمل معاك السليبة. علمه يا زين. بص يا استاذي. يا استاذي. والله ما ينفع كده يا ريس. استاذي. فاكر نهبا لك. انا عارف اللي حصل من اول يوم ومن اول اجتماع حصل هناك. ساعة ما قالك انا عاوزك تساعد ايا. وبصلك بصة وقام ما افهمهاش هلا حمزة البسيوني. بصت يا استاذ. انت برضو مصر تكذب. يا فاتح يا ابني. فكرة الفكرة. فكرة البرنامج. والضيوف اللي بنجيبهم. وكل يوم نكتشف ان في برنامجه بالليل. تقول ايه. انت وعدني انك تسيبني يا ريس. طبعا. بس تقول الصراح. ايه. ايه يا ريس انا كنت بقوله على كل حاجة. كل حاجة تخص البرنامج كنت ببقى. كنت ببلغ على واول بقول. هو طلب مني. انت ليه وفادي. انه هو كان بيناحطني يا ريس. يعني نزل. والله العظيم يا ريس. والله العظيم. ما تحدفش. تاني. شايف الشعر ده. شايف فرس. وخبرة السمين. تخليني اعرف امت بتكذب وامت بتقول الحقيقة. قول. شامع الحميد الرئيس بيقرح اي حد ممكن ينفسه. وهو اصلا بيقرح اي واتفق معي ان انا ببلغوا كل حاجة بتحصل عندكم. عشان هو هو يبقى سابقكم في القناة. كيس ام. اتفق. احنا نلعب مع بعض لعبة. انت هتفضل شغال مع الواد ده زي ما هو عايز. وانا هبلغك شوية اخبار شمال. على حسب قولك يعني. لغاية ما اوقعه. اللي حياتك ما تعرفوش ان انا قفاشت معا النهارده والدهور. وقبت له يما نشتغل مع بعض بنظافة يما بالاش منها. ما قدرش يا رئيس اعمل اللي حياتك بتطلبه مني. دي. ان اخدت وعد على نفسي. ان انا بقى احسن. وبعد ما اتعملت معاك وشفتوك ان تؤدي يعني كويسين. حسيت ان انا بعمله ده قذره. وملعون ابو القرش اللي هيتخل لي. وهو مش نضيف. عشان خطر رئيس. انا مش عايز مش مشاكل. انا كنت جاي اكل عايش. عايزك تسامحي. انا انا عندي استعداد استقيم من مكانها ومشتغلش تاني. لا. تستقلش يا يا توحى. انا عايزك معايا. سيبوا يا زينة. واحدة حاول تبتكلم يا باشا. زينة عشان خطري. ماش يا رئيس. ده توحى الغالية. لا يسف رجز. يا حبيبي. هيا في الوضع ده تبقى فائد؟ انا. انت بتسألين انا. مش انت اللي جبتينها للكارسة الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسة. انا قلت الخلف مرة فترة. شفعيني على حبل الدكتور. دكتور ده مش حبل. اروا ان الدكتور ده مجمونا. تعالق. وعينوه هنا. كويسة؟ هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا ملحقة. مش عارفة يا زينة. ايه السؤال الغبي ده؟ انا مش فاهمة؟ سارة. عايزة معايا؟ عايزة مياه صح؟ لا مش هينفع مياه دلوقتي. انت سامعانا انت كويسة؟ ايه حاجة واجعكي؟ طب يعني ايه في حاجة واجعكي؟ طب يعني ايه في حاجة واجعانا؟ لأيه الخباق ده؟ طب يا حبيبتي انت عايزة ايه؟ عايزة ايه حبيبي؟ قولي. ادهم. ادهم؟ ادهم ح individه حقوقي. ادهم إن انت حCarl energy. ادهم لأيه. شخص من الشبك؟ اشتركوا في القناة